بلك هذا الربط قد يبدو للبعض غريبا بسحطوا الأوراق أمامكم اجتماع مجلس أعلى للأمن في الجزائر عندنا اجتماع مهم للتعاون الإسلامي في الجزائر منتظر فيه قرار مهم وعندنا منطقة عربية تغلي بالأحداث فلسطين زيارة وزير خارجية الأمريكي وعندنا أيضا مجموعة أحداث في إيران مع هذا القصف الصهيوني لمنشأة أو لمصنع عسكري في إيران فكل هذا الربط يخلينا نقول بأن الجزائر يجب أن تتحرك ويجب أن يكون لها صوت ويجب أن يكون لها موقف وما الرسائل التي قلناها في بداية البرنامج إلا مؤشر على هذا الحراك الجزائري حتى ننقل الموقف الجزائري إلى بلدان وعواصم عربية مهمة قد تكون الرياض والكويت وأبوظبي أهم العواصم حتى الآن قد تكون هناك رسائل أخرى إلى عواصم أخرى وبلدان أخرى ولكن حتى الآن يمكن القول بأن الجزائر لا تكتفي بدورا متفرج وإنما تفعل ما تستطيع لإبراز موقفها حيال القضية الفلسطينية وحيال حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر